موسيقى في الوقت ده في كل موسم السيزم بتاعنا موسم انتقاد التحكيم والهجوم على التحكيم والمؤامرات على التحكيم والمشاكل بتاعت التحكيم كل سنة نلعب اول مباراة في الدورة بيهدوء كده واللي يخسر يخسر واللي بيكسر بيكسر محدش بيتكلم محدش بيزعل اول ما الدانية بقى المراكز بتبدأ تتحدد والامور في المنافسة على الصدارة او الصراع على الهبوب بتتحدد الكلام كله والمباراة كلها المباراة كلها على التحكيم عشان كده طلبت ان حراك تكون موجود معنا النهاردة ضيف كريم عزيز عشان نسأل هل احنا عندنا اصلا مشكلة في التحكيم المصري بصراحة شديدة والله يا كريم بمنطقة الصراحة انا برضو انا بتكلم انا طبعا التحكيم ده مجالي ده حياتي طبعا طبعا المشكلة انها بدأت بدري اوي يعني في اول 8 اسابيع الدنيا الدنيا مش مظبوطة اقولنا الكلام ده معك صح ومقولنا جماعة لو بتكرمته نسكت ونشتغل ونشتغل بجدية لان الموضوع صعب التحكيم هو اساس النجاح للبطولة هو تحكيم مظبوط فمهما تعمل الدنيا كلها تغيرت الا التحكيم برضو اللي فيه مشكلة الناس بتكلم عليه كتير وموجود دايما في الصورة فطول ما انت حاسس بالتحكيم بيبقى فيه مشكلة اي انت حالك شايف انه من اول الموسم عندك تعليقات على اللي بيحصل في التحكيم بالزبط تعليقات كل سنة طبيعي في النص التاني من الموسم نتكلم بقى النقطة والنقطتين والهبوط والصعود ومن اللي يكسب والكصة ومش فرقة واثنين 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 فرقة كتير فبدأ الدنيا مش مظبوطة ايه المشاكل بقى يعني شايل ايه التعليقات اللي عند حضرتك في التحكيم دلوقتي التعليقات يعني الشاكل هو دايما الاخطاء المؤثرة عندك المباريات انت اي اخطاء ممكن تتقبلها كفرقة او جمهور اي فقاين كان الفريق لكن اخطأ مؤثرة لتجد مباراة هي دي المشكلة فلما تكتر الاخطاء اللي تؤثر داية المباريات هتلاقي الناس بتتكلم والناس بتهتم بالتحكيم لا ده حساب عندي ما حسابش عندي غيري فهتلاقي الدنيا بتبص لبعضها وتلاقي الكلام بيكتر وعندنا بسم الله ما شاء الله السوشال ميديا انت عارف الدنيا وبيعيد عن السوشال ميديا ادارات القندية الظبط كل فريق عايز حق محدش بيسيب حقه بالظبط كل فريق عايز حق وده طبيعي جدا على فكرة يعني حتى انا اتسألت في موضوع الحكام الأجانب ممكن احنا نتكلم فيه اي حد هو بيدور على الحكم أجنبي مش عشان حكم الأجنبي هو بيتكلم انا عايز حقه وده على فكرة حقه مشروع لأ ايه فريق طيب لما بنيجي نقول حكم أجنبي عشان انا عايز حقه ما هو الأصل او المتوقع او الطبيعي او اللي احنا واسقين فيه طبعا انه الحكم المصر لما بينزل مباراة هو عايز حق كل الفرق هو ما بيبصش لألوان هو عايز الحق هو كمان عايز الحق بس بيغلط الحكم الأجنبي اللي هيجي ده ما هو لد انه هو كمان يغلط حتى في اللي جاي بالحكم ده طبعا فالمشكلة هي مشكلة قدرات فنية ولا مشكلة زي ما الكابتن على سمع التصيحة لكابتن عصان وفتاح بيتكلم عن بعض الحكام المهملين يعني هل اهمال مثلا هل في اهمال من الحكم في المباراة الكبيرة بس على عادتنا معاك كريم برضو نتكلم بمنطقة الصراحة صح احنا المشكلة دايما بنتكلم لازم نحط إيدنا على المشكلة عشين نحلها مصبوط مشكلتنا نحن لازم نعترض بأخطاءنا الأول لازم نقول أخطاءنا أه أخطاءنا وبالتالي حكم اللي يغلط يتعاقب حكم كبير حكم صغير في مسواه وعدالة في التوزيع وفي العقاب لما يحصل ده هتلاقي كل حكم نازل ملعب الآن انه ممكن أغلط هتعاقب وبالتالي هتلاقي اللي موجود طول الوقت الموفق مع أي حكم على فكرة على المستوى العالم ممكن يغلط تطبيعي جدا وبتحكي أخطاء موجودة على المستوى العالم بس يبتكلم ان العدلة دي لما تحصل والحكم الكبير يغلط يتعاقب الحكم الصغير يغلط يتعاقب هتلاقي الدنيا انزبطت العدلة بين الحكام مش بين الأند يبقى بين الحكام نفسهم مع بعض في المنظومة هتفرق تلكت اه نحن بنتكلم على إشارة ما انه ممكن يكون فيه حكام بيغلطه وبيكمله وبيفضلوا يلعبه ويلعبوا بموبارات كبيرة بتحصل بتحصل يعني بس أنا حكم مخطئ أخطأ في الموراه وكل الدنيا بتجمع على خطأ وبعد ما تشنت لقيه أو ما تشنت لقيه حكم صغير ممكن يخطئ وممكن يغلط فترة كبيرة جدا بعيد عن الصورة حكم صغير صاعد ممكن يخطئ فالحكم نفسه الصغير يحس ان الحكم يكرمه وغلط وزي زيه ونوض في القاعة أنت غلطه هو غلط بعد أسبوع على الحكم الكبير نزل تاني لعب والحكم الصغير اللي غلط نفسه نفسه دي حلقة فاصلية مجاملة يعني مش هايز أقول مجاملة بس في الآخر فيه اعتبارات تانية غير العدالة اللي موجودة بين الحكام وده على فكرة بتبقى مشكلة كبيرة جدا مع التحكمة اللي أنا عشت ده أنا موجود أنا حكم حتى لو اتجملت أنا بحيس ان حتى الحكم اللي موجود معايا ببصص دي بص أن انت خدت أكتر من حقك وده مش حالو في التحكيم مش حالو مش حالو طبعا طيب هل احنا عندنا مشكلة في قدرات الحكام الفنية من الأساس يعني يسيبك بقى بعيدة عن المجاملات بعيدة عن الحكم بياخد أكتر من حقه هل احنا عندنا مشكلة في القدرات الفنية مثلا 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 في لعيب تبكور يعني ساعد نقول ايه الكواليتي بتاع اللعب المصري دلوقتي مش زي مثلا سنين فاتت قبل كده هل احنا الكواليتي بشكل عام مش بقى أشخاص بعينهم في الحكام المصريين دلوقتي مش جيد اطلاقا بالعقس عندنا مستوى غير طبيعي وعندنا الحكام الممتازين جدا نوصل أعلى مستوى على فكرة على المستوى الدولي يعني ممكن نروح لعب كاس عالم مرتاح ممكن نروح لعب كاس أمم مرتاح وحصل معنا في كاس أمم وشوفنا كانوا أحسن من ناس كتير أو مرشحين كاس عالم لكن الحكامنا محتاجين استمرار تدريب التدريب اللي بيحصل في مصر حاليا برضو عشان وضوح قدام الناس برضو من الكلام بمنطقة الوضوح التدريب بيحصل في مصر حاليا تدريب بدني كل حكة مهتم بأنا برضو لا أكلم أنا ما يكلم من دول مطبخ أنا كنت عايش التدريب العملي بزياد على الفار الفار مخدش كمية التدريب المطلوبة فمحتاج أنت الناس تقعد تشتغل على الحكام التدريب يومي تدريب أسبوعي الكلام ده محتاج شغل كبير جداً هتلاقي مرضوده خلال شهر شهر ونص في الملعب فمحتاجين شغل على الفر تدريب فر مستمر لأن الفر المشكلة دلوقتي الناس بتطبق الفر الطبيعي لما الفر يتطبق المشكلة تقل صحيح مش العكس عندنا في مصر العكس لأن ليه؟ لأنك إنت قبل كده لما كان حكم يخطئ ومش شافش الفر تديره عزره بالظبط بالوقت الفر موجود وتروح تشوف وبشر يا جماعة وممكن ما يشوفهاش عادي يعني وكان فيه واحد قدامه وكنت بتقعد تقول بالظبط القصص تديره مبررات فيه مبررات لكن دلوقتي إنه هو يجي روح يشوف اللعبة واللعبة واضحة للدنيا كلها ويرجع الحكم بقرار خطأ يبدأ إيه اللي التدريب للحكم مش إيه اللي تقدرات لا الحكم الحكم كدراته كويسة بس هو ما شافش في الملعب ولما راح شاف ما أقدرش كويس ما أقدرش صورة كويس فلازم يروح يشوف يرى صورة كويس ده بتيجي بالتدريب أنت بتتمرن وتتضرب كتير وبالتالي لما تجي تعملها في الملعب هتعملها بسلاسة وده كان رأيك في الكابتن محمد معروف في لقطة الزمالك والمصري أموتوا مع دونك بص هي في الملعب كريم بمتال أمانة صعب على أي حكم ما تعرفش إذا راجل لعب الكورة ما لابش الكورة لكن أنت ما كانش عندك مبرر لما تروح تشوفها في قدامك في الفاش طبعا اللعبة طبعا محمد محتفش أي حاجة لأنه في الملعب حس أو شاف أن اللعيب المدافع لعب الكورة تمام لكن هو عجبني أو بسيوني في اللقطة أنه الرجل استدعاه فلما استدعاه شافها ولما شافها لما شافها هاتوا اللقطة جماعة هاتوا اللقطة هوا اللقطة واقف هوا طبعا التاني واقف عشان البار التاني بيشايك بيقولوا استني انتظر أنا بشايك بشوف احتمالية الكرطة أحمر فهي طبعا فالآل الونشي في به اللعبة الراجلية حر مباشرة منطلبة مصه الاراجلية حر مباشرة على الونش وطبعا كل عناصر فرصة المحققة موجودة المواجهة السيطرة على القرى عدد المدافعين الحاجة دي كلها دي يعني إيه لأيه فرصة محققة لازم يبarest بيه عدد المدافعين ومافيش عدد المدافعين وأنت منك لجون على طول المسافة منك لجون السيطرة على القرى مواجه للمرمى كل الحاجة دي موجودة فرصة محققة كل العناصر دي لو نقص من عنصر واحد لا يوجد فرصة محققة لكن كل العناصر فرصة محققة موجودة الخطأ موجود خارج منطقة الجزاء فدي ركل حرة مباشرة لنادر مصري وكرت أحمر مباشر بعد اللقطة دي وده كان رأيك فيها أنك كرت أحمر مباشر وكان وقتها أنه الزمالك خسران واحد كان ممكن أن تثبت على كده قبل ما الزمالك يسجل بعد كده هدفين نحاة تانية بعدها بيوم مباراة الأهلي الأهلي قدام سيراميك روبطرة ضربت جزاء في دي امية واحد أو يعني قبل كده شوية لحد ما تلعبت في دي امية واحد ضربت جزاء برضو كان لك رأي فيها رأي مهم بص يا كريم احنا بنتكلم برضو احنا بنتكلم بمنطقة المصدقية والصورة ما بتجدبش يعني الصورة بنتكلم على صورة في نفس الماتش السيراميكا والأهلي لعبة السيراميكا مهاجم سيراميكا بلعب القرى أي من أشرف بيحتك معها احتكاك يعني بنقول عليه في القنوة في فيفا تتكلم عنه النطق نف الاحتكام للجزاء والحاكم قراره ممتاز مش كافي يعني مش كافي الاحتكام للجزاء الحاكم قراره ممتاز راجل لعب القرى المهاجم لعب القرى نفس الكلام نفس المعيارة القرى جات في إيد برسيتاو وتلعبت لعبة والتانية خلاص الإنسا موضوع من لبس لادر غير متعمدة دي لكن بالمنظر ده يعني أنا في لقطة في النص بين ومن بعض أنا دلوقتي كمهاجم لعب القرى والمدافع راح برجله بس راح برجله يعني حتى لو حصل احتكاك مش كفاية لحساب رجل الجزاء لكن أنا بتكلم أنا بقولك لو حصل احتكاك لأني مش متأجد حصل احتكاك ولا لا لكن لو حصل احتكاك أنا كمهاجم عملت الرزق وانزلت بالمستوى ده براسي فأنا اللي عملت الخطورة مش المهاجم مش المدافع بس رفع رجله أوي رفع رجله وما فيش مشكل بس اللي احتكاك ده يا كريم يتقلب احتكاك بمنظر ده لا يرقى راك الجزاء هو الاحتكاك حصل لو حتى لو حصل لا يرقى راك الجزاء طيب أنا عايز لحركة السؤال في الكرة دي تحديدا فضل مش دي القراء فيها ممكن تختلف يعني مش طبيعي انه تختلف 50-50 مثلا ما وبرضه فيه جزء تأديري جدا للحكم تأديري للحكم أنا جاء على فكرة تأديري الحكم اللي حد تسوا في الأول أنا عام مليون مية لان الحكم موقفه ومكانه شايف بين الاثنين اللعيبة يعني هادر أمر الدولة واقف في مكاننا موزاجي شايف بين الاثنين اللعيبة وشايف الرجل والراس يعني شايف كل حاجة شايف المنظر بالمنظر بالقصة دي على فكرة لو احتسف في اللعبة دي فاول احتسف على المهاجم مش على المداشة محمد محمود لعب لاهرش لكن الصح في اللعبة القرار الصح لو دي جات في فيفا تست لو هتلاقي القرار بتاعها بيقون يستمر اللعب يستمر اللعب ما فيش خطأ على ده والخطأ على ده خلاص يستمر اللعب في اللعبة دي لكن أنا بتكلم لو احتسف خطأ هتسف خطأ على المهاجم اللي نزل تحت الوسط بأتكلم على تحت الوسط اللعيب ده انت عملت الرزك انت رح تعمل الرزك حتى الاحتكاك اللي حصل برجل اللعيب رجل اللعيب مش لا يرقع حتى لو حصل احتكاك بالمنظر ده مش دي رجل الجزاء رجل الجزاء يا كريم قرار كبير فلما احتسبوا بحاجة موجودة فعلا في حاجة حصلت من المدافع عشان يحسب على رجل الجزاء لكن اللعبة دي بالمنظر ده بليقون ورجل الجزاء غير صحيح طبعا استكسوال تجيك بالي للوقت فضل وعلاك ما بتقلقش مثلا بتقول قرار ضد الاهل او قرار ضد الزمالك في التحليل يعني كريم لو كنت انا هو انا حاكم بقلق لما احسب على الاهل او الزمالك حاجة حال هائل دلوقتي لك انا بتكلم في ايه انا بتكلم في المصدقية وطول الوقت انت في الملعب اسمك وبعد ما اتحلل اسمك ده مهم جدا فبتكلم في المصدقية انا الجمهور ممكن يهاجمني طبعا انا كنت حاجة لسه من سنة ولا بتأكد الجمهور ما عجبوش قراري بيهاجمني بس انا في الاخر بدور على القرار الصح وعلى فكرة لما كنت اخطئ اعترف بخطئ ما فيش مشكلة خالص لكن بتتكلم دلوقتي في الصورة الموضوع بالنسبة لي اسهل في تحليل دلوقتي بتتكلم في اعتبارات بتفير حطها وصورة قدامك واضحة وبتتكلم عليها بممطالة موضوعية تيجي بقى على الاهلي تيجي للاهلي تيجي على الزمالك تيجي على الزمالك ما عندكش مشكلة صحيح طيب لقطة الزمالك والمصري اللي حرارك شفت ان المصري كان يستحك او الزمالك كان يستحك لعب الزمالك فيها الطرد في امبراط المصري ولقطت لها لانت شايفها مش ضربة جزاء عايز لك سؤال وله سؤال اخر يعني يتبعه سؤال اخر هل لو العكس يعني لو العكس الكرة دي في اخر دقيقة ضد النادي الاهلي كانت ممكن تتحسب ضربة جزاء لسيراميكا هل لو العكس الكرة دي على المصري مش على الزمالك كانت هتتحسب طرد ولا مش هتتحسب وللسؤال اللي يتبعه هل الحكم عندون عمد عندون عمد يتأثر او في بعض الحكام يتأثروا بالضغط الجماهيري والاعلامي عليهم فيقولك لا يا عمر رايح دماغي نحسب للأهلي والزمالك ومش هيوجه دماغي بص يا كريم انا بتكلم على مستوى عام مش هتكلم على اسم حكام ولا اولا اندي يا رحمي كريم لو انتشرت ما فيرش معك طبعا المفروض لو انتشرت ان انا كحكم اللي اشوف وحسبه صح اول ما تدخل الحسابات في التحكيم تخطأ بس فيها كابتن ما انا بقول لحضرك اهو اول ما تدخل الحسابات يعني انا انا هحسب على الاهلي هحسب على الزمالك احسب للأهلي او للزمالك وتخش الحسابات التحكيم يضعب منك طول ما انت متجرت احنا جلنا قبل كده ما تشط حاجات للأهلي ما تحسبتش وقاشتنا بالحكم صح وحاجات للأهلي ما تحسبت وقاشتنا بالحكم نفس الكلام في الزمالك احنا من كلام علاقة الحكمية وبالتالي انت كحاجة في الملعب محتاج منك قرصح وقرصح على فكرة ما حدش هيقول له أولوي غلط يعني ما حدش هيجأي بس انت في الآخر ما تنشغلش بالك القرار ده هيتبعه ايه في الملعب لان انت لو فكرت كويس في الملعب مجرد جزء من الثانية في القرار اللي هتاخده هتاخده غلط فده موجود احنا بشر موجود فده اكيد موجود واللي بيعمل كده اكيد بيغلط وبنطلع نقول غلطاء لكن اللي يتجرد من ده وده الفكرة تيجي مع الخبرات اللي بيتجرد من ده وينسى كل حاجة انا الهنزل ملعب اللي هشوفه حسبه هبقى انا اسمي اهم من اهل الزمالك بالنسبالي فبالتالي اللي هشوفه حسبه معنداش مشكلة وورد تغلط بس الناس كلها هتبع عرفة من جواها ان الراجل ده نظيف او حكوم اصبع فكرة كلهم نظاف وكلهم على اعلى مستوى بس الراجل ده نازل ما بيتحطش عليه ضغط اللغط واللون الفنا مش بيقصاش معه مش فارق معي بسط كابتن جهاد حلق شرفتني ونورتني شوية وقت وليلين بس ياهو عيدنا على حضرتك ومساطنا جدا على حلقك موجود معنات كل السنة وحلق طيب وكل المشاهدين طيبين اشكرك شكرا جزيلا كابتن جهاد كل السنة وحضراتكم طيبين عيد سعيد عليكم ان شاء الله شوفكم يا رب على الفخير